ازاي كسوس خالد؟ ازاي كامل مصطفى هاي الأخبار؟ متابع حاجة في رمضان؟ اه متابع السنة دي متابع ايه المسلسلات اللي حبتها؟ انا حبيت كامل العدد وحبيت الهرشة السابعة وحبيت الصفارة دول تقريبا في النص الأولاني احنا اولا ما نعرفش هيحصلة في النص التانية في كده ميل للمسلسلات اللي هي لايت اكتر سواء كوميديا او حتى دراما بس ده مش المود الاساسي في رمضان المصريين يعني مصريين زي ما مثلا كانوا بتعلقوا دايمة بمسلسل دراما قوي او تاريخي في فترة تسعينات مثلا في ذئاب الجبل وبرضو حتى في الغاية الالفنات ايه صار ان الناس بقتش يتميل للنوع ده في رأيك يعني؟ اه لا هو انا في فترة كبيرة مقطوعة عندي في موضوع مسلسلات رمضان فمقدرش يحكم عليها لكن لو انا باتكلم على لما يعني كنت متابع وكان دايما فيه العنصر اللي هو اللايت ده في حاجات رمضان كان مثلا بتوفيه الفوزير كان فيه نيلي وشريهان بعد كده بقى على جيلكم نيلي وشريهان فهو دايما فيه العنصر بس كان شوال حدث قوي كان اكتر التاريخ والمسلسلات الدرامية فيه مسلسل كده يقولك مصر كلها اعداد اللي هو تفرج عليه زي سوق العصر مثلا حاجات اللي هو داعت التسعينات مهده برضو بحكم ان هو كان عندنا قناة اولى و تانية يعني غير دلوقت احنا عندنا كتير جدا بس برضو النسبة بتاعة المسلسلات اللي هي الدرامية والتاريخية نفس النسبة لو شفت كده طيب اغلب المسلسلات الحالية بتنقل واقع طبقات في مصر بعيدا بقى على اي احكام اخلاقية او حاجة بس دي الطبقات الاقل يعني نسبتها اقل ومش بتمثل الطبقات الاكبر مثل مسلسلات زي الهرشة السابعة مثلا اه طبعا مسلسل دراما بتاعته القوية وشدة ناس كتير والحوارات اللي فيه بس في النهاية الحالة بتاعته الاجتماعية مش شبه اغلب المصريين ده مش انفصال شوي عن انفصالات القديمة ده بيسأل سؤال مهم برضو في مسألة علاقة الدراما بالمجتمع هو ده مش يعتبر انفصال؟ اه لا انا ما اظنش انه هو انفصال انا يعني اظن انه اي صناعة لصناعة سينما او دراما هي بتستجيب للطلب فمين اللي اللي دلوقتي بيطلب انه هو يشوف مسلسلات هتلاقي ان في ستريمينج سيرفوسيز مع شاهد وواتشت كل الحاجات اللي هي بفلوس دلوقتي ونتفلكس وكده ففي طلب على ان كمان يبقى المجموعة دي تتشاف ولو مفيش طلب انها مش هتشافها اصلي في الدراما انت متقدرش انت متكبرش حد ده احنا عندنا دلوقتي على مدار يعني في نيلي كريم بتمثل حاجة صعيدية في جعفر العمدة يعني هتلاقي هو فيه من كل الطبقات انما كنا انه المجموعة الفلانية بتهتم مثلا بالهرشة السبعة او بتهتم بكامل العدد اللي هما بيحكوا عن يعني طبقة معينة زي ما انها بتقول فده عادي الحاجة التانية كمان من وجهة نظري انه الدراما بواجه عام مش المفروض ان احنا ابدا نبص عليها كده لانه هي الدراما بتدور على حاجة تكون حاجة انسانية بغض النظر بقى يعني انت بتشوف فيلم امريكي مثلا في ناس هي متابعة بس اه في الافلام الاجنبية بس والمسلسلات وكده وبتتعلق بيها رغم ان هي دي لا طبق طبقتهم ولا المجتمع مجتمعهم لكن الدراما دايما بتدور على حاجة كده في الانسان بتبقى متشابكة مع الاخرين ممكن تلقاها حتى في فيلم عن الاليينز مثلا ممكن تلقاها في اي حاجة تمام صحيح طيب اه في مشكلة كده في مسألة لان ده سؤال مشهور جدا يعني والناس كل شيء بتوعي تسأله علاقة الدراما بالواقع حضرتك بتقول ده عادي فكده وظيفة الدراما الترفيه فقط ولا الجانب ماشي الجانب الانساني الدراما بتصحيف يعني بتخلي الانسان تلفت الانتباه ليه بس برضو في النهاية الدراما ليها وظيفة هل هي الترفيه ولا هي مرئة للمجتمع ولا فيه ممكن يكون فيه اجابة تلتة اه لا هو اي حاجة اي حاجة الانسان بيعملها اه زيادة عن الحاجات الاساسية هي بتبقى اه وظيفتها انها تسهل علي حياته والدراما مش اه مش استثناء من ده لانه اه انت لما تشوف هتلاقي ان ان احنا كلنا بندفع فلوس كتير جدا عشان الوقت يعدي اه بنتفرج على ماتشات كورة ممكن ندفع نروح الاستاد بندفع نروح السينما بندفع عشان نقضي وقت كويس في المصيف كل ده عشان نقدر نستحمل تقل الزمن اه خصوصا في العصر الحديث اللي هو صحيح انا عندنا اوقات اه شغل بس برضو اه في البيت بقى فيه اجهزة كتير حوالينا بتخلي الوقت متاح فالانسان من زمان يا اما من زمان كان بيقعد يرسم على الجدران يا اما بيعمل مزيكة يا اما بيقعد في اعداد سمر يا اما بيعني بيحكي حواليد فاوقات السمر دي حاجة مهمة جدا 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 للانسان ضيف بقى على الدراما ان هي كمان بتعمل كده يعني اه 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 توحيد او يعني بتخلي فكر المجتمع متجانس لانه الناس بتشوف اه افكار اه بتتناقش حواليها اه بتتكلم هو ده اللي غلطانه ولا دي اه في العلاقات وكده كل الحاجات دي بتأثر زودوا التواصل الاجتماعي اه انت لو لو شفت اه هما دايما الناس بتقول انه المجتمع المصري او المصريين اه اه شبه بعض كده وعندهم نكت واحدة وكده ده جاي من الدراما احنا اغلب اغلب الافهات الجديدة اللي دخلها في حياتنا هتلاقيها في كل جيل اه مرتبطة باللي هو كان بيشوفوا ايه وهم صغيرين وده مش في مصر بس يعني قصدي في العالم كله بس على قد ما بتبقى الدراما قوية في مكان اه بت بتساعد انه يبقى المجتمع متجانس وانه هو متفاهم وانه حتى لو مختلف بيبقى فاهم انه ده جاي من وجهة نظر كذا فالدراما حاجة مهمة جدا بس على سوشال ميديا بنلاقي يعني انا موفق في الكلام ده طبعا بس على سوشال ميديا بلاقي العكس يعني لما بينزل مثلا الموضوع اصل لبوستر فيلم او مسلسل المجتمع بيتخاني مش بيتفاهم او بيقول اراء يعني مش مثلا بنتناقش اصلا حتى الفيلم حلوة اللي وحش في اختلاف الازواق لا ده احنا بنتخانيها على بوستر ده واحدة حواجبها كذا ده واحد مش عارف ماسك في ايده ايه فمش ده شوية بيقول ان الحالة عندنا مختلفة ان الموضوع مش ماشي كده ان الدراما بتوصل المجتمع ببعضه وبتزيد التجانس هو ده الاختلاف ده والجدل هو جزء من طبيعة المجتمع المصري عمتا في الفترة دي احنا في فترة تحولات كبرى مجتمعية يعني في تحول في النشاط الاقتصادي طبيعي في تحول في السكن من الريف للحضر في تحولات اجيال لانه الاجيال الجديدة عددها كبيرة جدا وعندها حياة مختلفة تقريبا في تفاصيلها بشكل كبير ما اظنش انه ده تكرر في التاريخ انه تبقى جيل جديد الحياة من حواليه مختلفة في تفاصيلها بشكل كبير جدا عن جيل اباؤه ومش حلقة مستدرج يعني هو قطع كده مرة واحدة اه لانه السوشال ميديا وبعد كده بقى الحاجات التيك توك وخلت وسائل التواصل مختلفة وسائل الطلاع على المعلومة مختلفة اه الازواء مختلفة فده اللي بيحصل موضوع الجدل ده ده جزء من طبيعة المجتمع المصري حاليا بشكل كبير احنا كمان عندنا فترة تحول مهمة جدا من سيطرة وهيمانة الافكار الاسلامجية على المجتمع اه الوضع اللي احنا فيه ان احنا الناس بتادت تتكلم الناس بتادت تشوف الكلام النظري ده لما بينزم محل التطبيق في خلافات الزوجية في حاجات يعني اجتماعية كتير بيبقى بيبقى عاملة ازاي فده برضو عملية يتغير فانت انت بتتكلم يعني بتحمل الدراما اه اه وكأنها المس وكأنها مسؤولة يعني عن عن حالة الجدل دي لا حالة الجدل موجودة حالة الاستقطاب موجودة فهدي دي هتيجي بقى هتختلف حوالين الدين هتختلف حوالين الدراما هتختلف حوالين الكورة يعني حتى طريقة التشجيع دلوقتي مختلفة جدا وفيه كده اه مرار في التعبير اه فهي اه يعني هي حالة عامة اه موجودة في المجتمع. اه يعني الدراما مش هي القضية هي الفكرة كلها انها بتتاخد زي وسيلة كده للخلافات اللي موجودة اصلا. اه وهي وسيلة جيدة جدا الامتصاص الجدل حوالين مواضيع اجتماعية لانه الشخصيات اللي فيها هي شخصيات مختلقة غير لما يبقى مثلا عندنا اه موضوع زي اه انه اه واحد اه 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 شابة فيطلع ناس تقول كذا فيطلع في هنا هنا الجدل اه يعني ساخن وكمان الجدل في اه الفرق بتبص البعض بطريقة سيئة جدا انه التاني ده 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 بيشجع اه واحد قاتل في في واضح النهار والبتاع انما لما تيجي عالدراما بتلاقي انه تبعا اختلف مثلا ندين ولا ادم ومش عارف اه اه يعني الكلام كده اه ليلى ولا احمد هو مين اللي غلطان فانت بتتكلم عن شخصيات افتراضية وانت عارف انها افتراضية فالدراما اللي هي طبعا دور كبير جدا في زي ما قلت لك تحقيق التجانس بين المجتمع درجة درجة طيب المقصد من ده ان الدراما بتعمل نوع من التنفيذ على سوشيال ميديا صح؟ طيب عملية التنفيذ دي ايه الفائدة بتاعتها يعني مثلا لما الناس تخش في جدل وعلى شخصيات خالية بس هما ده مالوش علاقة بحياتهم او لقع بتاعهم يعني مثلا بتقنقوا على دي طلقت ولا لا او هو المفروض كانت تكمل معادة دي اللي هي لشكلها هتعبت مكها تعبان في النهاية ده مش نوع من التشتيت عن الواقع احنا قلنا اه في الاول ان جزء من الدراما الترفيه بس ده تشتيت تشتيت عن الواقع طب هو الناس لما ما تتشتتش عن الواقع المفروض تعمل ايه؟ والله مش عارف يا تتخاني على الواقع عشان يحلوه يحلو مشاكل الواقع لا لا دي دي يا امي انت يعمل زي اللي هي ايه الكورة لهوة عن ذكر الله اه 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 دي موجودة فعلا احنا عايزين تشتيت عن الواقع هو ده ده مش عيب يعني ده مش عيب وزي ما قلتلك يعني من شوية انه بالعكس الجدل لما يكون حوالين شخصيات افتراضية بيقلل كتير من التشاحن حتى لو كنا متحمسين حتى لو كنت انت تيم احمد وده تيم ليلى ومتحمسين جدا اه بس هتبقى في الاخر ده اتكلم عن المسلسلات تمام طيب ايه رايح دولك في المسلسلات الدينية بشكل عام الاول يعني المسلسلات الدينية من زمان بتتعمل بص ان الحقيقة يعني انا ما بشوفش مسلسلات الدينية من زمان يعني مش هتحك عليك انما انما اه اللي يسري على مسلسلات الدينية يسري على اي حاجة تاني اللي لازم في الدراما يبقى فيه رؤية دايما انا مش هتقعد بقى طول حياتك نعمل زي خطبة الجمعة الواحد يسمعها وهو عنده اربعين سنة يفتكر اللي كان بيسمعها وهو عنده سبع سنين ده ده تكرار اه حتى ممل انما المفروض اه المسلسل الديني زي زي اي حاجة تاني يكون فيه اه رؤية الشخصية اللي احنا هنتناولها للموضوع اللي احنا هنتناوله اه تكون فيه حاجة جديدة كده يعني عايزين نقدمها انما احنا انا احيانا بحس ان احنا بنعملها كأنه واجب علينا بالزبط انا انا صالت سؤال دا للسبب دا فعلا اه كأن احنا ايه بنزبط النسب يعني احنا هو بنقدم كذا كذا احنا لا اشوفه وبنقدم وبنقدم وبنقعد بقى نملها خطبون ونملها حاجات مش حقيقية عشان توصل افكار اه يعني عايزين نوصلها انا كمان اه انت بتسألني انا عارف عن مسلسلات الدينية لكن انا عندي عندي مشكلة عاماتا مع الدراما التاريخية انها بتبقى وسيلة اه اللي هي الشريحة اللي اسمها الفنانين اللي هي المفروض تبقى دايما في طالعة الرؤية الجديدة اه انها بتستخدم من من اه عن طريق الشريحة دي في انها تقدم صورة مش حقيقية يعني انت تفكر كده مثلا انا افهم المشهورة فجر الاسلام او هجرة الرسول او كده عندك فريق الكفار باللون الاسود وفريق المؤمنين باللون الابيت تانين حواجبهم المنكوز مش حقيقي مش حقيقي ومش صح ان انت لما تيجي تتناول حاجة تاريخية ان انت تسطحها بالطريقة دي وكانها كانت واضحة المصار من الاول انت المفروض تدخل يعني تدخل كمخرج بنفس منطق اللي داخل الدين الجديد تبين خوفه وتبين قلقه وتبين شكه وتبين ان هو الموضوع ما كانش يعني واضح كده ومستقيم من الاول انه كان فيه فاحنا بنخاف او بدل من كده بيبتدي مثلا يوسف شاهين يقدم رؤى هي مش حق يعني يعني هي بالعقل اه مثلا النصر صاح دين او حتى المهاجر يعني المهاجر مثلا قصة دينية وانت واحد بتقدم نفسك مثلا كواحد مصري ومدفع عن مصر وبتاع زي زي الشريحة دي من الفنانين انما لما بتيجي تقدم هنا بنستغرب ده انت ده انت يعني ايه سبقت القصة التورتية يعني زي انت على القصة التورتية القصة التورتية ما قالتش ان يوسف جاي علم المصرين الزراعة لكن انت عملت وبيعلم المصرين الزراعة وده حاجة يعني غريبة جدا اه وخصوصا في بلد هي تاريخها لوحده هو اه اه نقطة تمييزها في العالم يعني هي مصر الحقيقة تاريخ كله راجع للقوى النعم زي من النصر بتقول دايما اه هو هي مصر لما انت تقول مصر يبقى التاريخ القديم يعني دي بلد عندها تاريخ لمدة اه طويلة فمش ممكن ان انت مش قادر من التاريخ ده تجيب حاجة كده مصرية تحكي تحكي حكايتك انت بلسانك مش انت رايح تحكي لنا حكايات اه بني اسرائيل وتزايد كمان وتزود على موضوع بني اسرائيل وبعد كده تقولك انا انا اه 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 وطني اه وبطنطن وبتاع ما ينفعش طيب ما فيه ناس بتقول ان مثلا مسلسلات الدينية لو هنعمل مسلسل مثلا عن شخصية مثلا امام او على حد من الصحابة اه فيه خطوط حمرة فهو عشان كده مسلسل بخرج بالشكل ده أمامم فهل الفن والدراما خاصة ان الدراما اكتر من السينما يمكن سينما فيلاخ لانت بتروح برجلك لكن الدراما ده بتخش البيت هل الدراما لازم تراعي خطوط الحمرة بعيدا عن قراءنا يعني حتى انا ممكن كمخرج دماغي عادي مش عنديش مشكلة بس هل لازم اراعي خطوط الحمره عشان الناس بعيدا عن السلطة بحا هنعم غا kullan-تدخلو اتدخلو اتدخلوات السلطة العالم هيسري عليه. فانت لو انت عندك التوزيع عنده خطوط حمرة. كل التوزيع عنده خطوط حمرة. فانت اكيد هتلتزم بالخطوط الحمرة. ما انت مش هتعمل الدراما وتشيلها في البيت. صح? اه صحيح. زائد ان انت اتخنقت. وقالوا كم خلاص خد فلوسك. ادينا البتاع. مش موزعين ورميناه. مش هتقدر تعمل حاجة. فانت انت بيبقى فيه يعني يبقى بضحك عليك لو قلتلك او بزايد عليك يعني لو قلتلك انه اه لأ اه والفنان يجب انه اه مش هيحصل. مش هيحصل ابدا في السوق. لما لما اه نيجي اه لما نتخلص من ارث ام الخطايا اللي هي الاشتراكية وسيطرة. ام الخطايا. اه ام الخطايا. والله. فاهمنا. انا انا يعني في كل مجال من مجالات الحياة. حتى في الفن? حتى في الفن. حتى تصل الى درجة اه حرية التملك. حرية التملك. دي هي بتبقى الباب لكل الحريات التانية. ومنها حرية الانتاج الفني. انا فلوسي وانا هنتج وانزل حاجة. والله كسبت انا اله هتحمل المكسب. خسرت انا هتحمل الخسارة. هتلاقي فيه ناس بقى اول ما ما تلاقي فيه مكسب في حتة معينة اول ما تلمح شريحة من الزبائن او الجمهور او المتفرجين في مجال معينة هتبتدي اه تعملها. لكن طول ما انت عندك منافذ متحكمة في اه في العرض. مش في مصر بقى. كتوزيع يعني وعمليات سرية من ناحية دي. كتوزيع. ولا كيعني حد متحكم في الايدولوجيا بتاعة الفن نفسها. لا لا. مفيش حد هيقدر يتحكم في افكار الناس. هيقدر يتحكم في ايه اللي يطلع منها للناس. ده مؤسر في النهاج? ده مؤسر جدا. ده اللي انا بقوله. طول ما هو ما فيش اه 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 حرية استثمار في كل المجالات اه واللي هي نبع من حرية التملك. طول ما هو في مركزية في ادارة اي قطاع. ده في الكرة بقى في الدراما في اه في اي حاجة. اه هيبقى صعب ان انت تتوقع اه اعمال فنية خارجة عن الرقابة. لانه الموضوع سهل. اه سهل جدا انه اه لو انا اه اعدت لك اه موظف هيقدر اه يراجع يراجع كل الحاجات اللي هيبقى عارفوا عنده الخطوط الحمرة كزا 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 لا والله ده مش هنعرضه وتفضل. اه عيش حياتك. ممكن دلوقتي بقى في مجال اكتر على ناتفلكس. على مش عارف ايه. بس احنا برضو بنشوف ان انت لو طلعت على ناتفلكس. وعملت حاجة. الرقيب هنا مش عجباء فبتبتلي عليك حملات ويبتلي. بالزبط اه. يعني نوع كده من ان احنا اه. ممكن تتعرف. اه ممكن هنسقعك. اه. مش هنتعمل معاك. فما تقدرش في اي مجال. في اي مجال. ودي برضو دي برضو مشكلة كبيرة جدا في خطابنا. حتى المحلي. المزايدة على الناس فيما يتعلق بحدود ما يستطيع المبدع ان هو اه يعمله وفي نفس الوقت يوصل للناس. المبدعين بيقدروا اه يخطروا. يعني حتى انسان هادئ زي نجيب محفوظ بيخاطر وبيخاطر بحاجات قوية يعني. روحه قوية. اه. بس اه. بس ما تيجي على الفن. ده ده هم اه منفدين تلاتة. اه. فانت هتطلع من ده وده وده. والتلاتة متفقين يعني في كافكار. اه. ايه هو اللي يطلع ويه اللي هو اللي ما يطلعش. فاحنا لغاية ما ده يحصل بنبطي بس نحاول نزق الحدود. شوية بشوية. انا شايف انه مسلا في رمضان ده لا. في في زق في الحدود. بس انت. زي ايه مسلا? زي ايه زي نمط العلاقات. اوكي. انه انت انت مش مصور المجتمع كله على نمط اه علاقات اه المال والبنون. على نمط. اه. علاقات ليلة الحلمية. اه. لا. انت مسلا في مسلسل زي كامل العدد. اه واحدة اه متجاوزها مرتين وعندها اربع اطفال. واحد متجاوز مرة وعندها طاعة اطفال بيتجاوزوا. والدها بيتجاوز حمد ده. في في لعبكة كده. اه. مش مسال ايه? مش مش نمطية. مش نمطية. مش نمطية. يعني مش هي اللي احنا بنشوفها كل يوم. احنا لسه عندنا انه ايه ده? وهتسيب عيالها وتتجاوز. ايه ده? ده راجل كبير. ده ستة كبيرة. ده مش عارف ايه لا احنا دلوقتي. في كده براح. في براح في تفاصيل الكلام. اه. اللي هو يوحيلك معاه انه لا في ناس عايشة بطريقة غير الطريقة اللي انتو بتشعوها على انها الثابت والتقاليد. طبعا. وده برضو يرجعني انت كنت سألتني عن اه اه في طبقة معينة. وطبقة لا تنتمي الباقي المجتمع. ده مهم جدا. الطبقة التي لا تنتمي الباقي المجتمع ده. ده مهم جدا ان احنا نشوفها. طبعا. عشان الناس تعرف انه حتى في مصر عايش معاهم ناس اه مش على نفس النمط. اه انا اه يعني اقدر اقول لك انه انه في كل الطبقات. فيه انعكاس لنفس نوعية العلاقات دي اللي هي مش نمطية. اه بس باشكال مختلفة. بس باشكال مختلفة. ومبررات مختلفة. وبدرجة من السرية مختلفة. وبدرجة من النظر الى فعل الذات مختلفة. تمام. يعني يعني فيه ناس بتعملها وهي مرتاحة مع نفسها وفيه ناس بتعملها على إنها كذا كذا بس المهم العلاقات متدخلة وإنت لو تبعت ما بين السطور في الحوادث اللي بتحصل في مصر هتفهم إنه يعني أنا بالنسبة لي لأن أنا في حياتي اختلطت تحريبا بكل الطبقات فأنا كنت من زمان بالنسبة لي على مستوى فردي أنا عارف إنه ده موجود في كل حده من حكايات صحابي وحاجات غريبة وحاجات بيتسكت عليها وحاجات بيتلقلها مخارج وحكذا بس من ناحية الدراما مهم إنه الناس تشوفها هو نقاشنا في المسألة دي فتح في الميروس وقال كده ليه الطبقات ممكن نقول من أول طبقة الوسطى طبقة اللي فوق مش همامة تمام ليه من أول طبقات الوسطى إحنا نزلين في درجة نفاقية حينا نقول نفس السلوكيات دي معمولة عنده كله في السياق برضو موضوع الدراما بس السؤال ده مهم بشكل عام ليه في درجة نفاق وفي نفس الوقت لما يشوف ده على الشاشة بيرفضه جدا ويخوف حواليه ويخوف لا ده عقبه وحرامه وسوش الميديا يعني وضحت ده بشكل فضيء بيبقى مثلا حتى الموضوع بيوصل للصور الشخصية هتلاقي حد مثلا بيرفع صورة معينة لممثلة أو حاجة وبتاقى في نفس الوقت بيخانق واحدة تانية عشان نصيبها شعراء الحالة بتتنفاق دي لكل ما بننزل بتزيد هو بص الطبقة الوسطى في العالم كله هي النواة بتاعت المجتمع فهي عمتا عمتا الطبقة الوسطى بتميل الاستقرار حتى لو الواحد هو شخصيا منفلت إنما كحالة اجتماعية الطبقة الوسطى بتميل إلى إنها تشيع أفكار الاستقرار والأسرة والحفاظة وده مهم لكل مجتمع بغض النظر عن التفكير الفردي تفكير الفردي حاجة وتفكير الطبقة أو تفكير الفرد في نفسه في مقابل تفكيره في المجتمع المثالي دولا حاجتين مختلفين فممكن واحد يقول ايه هو بيعمل هو عايزه بس لما ييجي يتكلم كلام عام هو بقى بيفكر بالتفكير الجماعي للطبقة الوسطى إنه أنا من مصطحتي إنه لا تفضل أخلاق المجتمع كده ويفضل الناس ماشيين بالطريقة دي ومتوقعين ومعروفين لأن الطبقة الوسطى كمان دايما حالتها يعني هي أكثر الطبقات تأثرا بأي تغييرات ده ده بواجه عام إنما لما تيجي في مصر في الطبقة الوسطى لها قصة تانية لها قصة تانية خالص يعني أنا الطبقة الوسطى في مصر أو ما نطلق عليه كده إنه الطبقة الوسطى أنا بحب بسميها الطبقة البلاستيكية طبقة الورد البلاستيك لأنه ده من رؤيتي نشأت إزاي الطبقة دي إنت عدك التعبيرات الاجتماعية دايما متاخدة عشان المجتمعات انتقلت من الزراعة فالتعبيرات الاجتماعية تلاقيها متاخدة من الألفاظ الزراعية فهتلاقي مثلا عندك كالتشر ثقافة هي كالتشر مزرعة مزرعة حاجة ولما تنمي حاجة كده يقولك كالتيفيت كأنك بتربيها بتربي زرع حتى ينمو وازدهر وإلى آخر الكلام ده فده ده الطبيعي إنه المجتمع ينمو كالنبات كده ويتغذب أفكار ويزداد ثروة ومش عارف إيه فهينتخل الطبقة حد فقير فيبقى طبقة وسطى يحصل حراك يبقى يصعد للطبقة العليا في جيل تاني أو واتفر ده ده الطبيعي وده بياخد وقت وبيبقى مش معمول هو بيحصل بيحصل بوتيرة كده على مهله فبيطلع المجتمع متجانس والآخر إنما اللي حاصل في مصر بعد اتنين وخمسين إنه اتعمل الطبقة وسطى صناعة من الدولة صناعة زي الورد البلاستيك هو اتعمل هو ده مش ورد إنت لو قربت منه انت مش هتشمله ريحة ممكن يقعد قدامك كده شكله كتير كده ومن بعيد تفتكره ويمكن طبيعي وشكله حلو كده وألوان ومتاع بس هو في الآخر بلاستيك هو مش متحرك لا بيتحرك لفوق ولا بيتحرك لتحت هو عنده وظيفة ثابتة بياخد عليها مرتب ثابت آخر الشهر ومبسوط وأفندي وزال فول دي الطبقة اللي عملها عبد النصر عملها يعني عملها عمدا طب ليه ليه طب مثلا ايه كان هالفه مش مش زي الطبقة اللي كانت قبل اتنين وخمسين اللي هي الطبقة البرجوزية زي ما بيقول الكتاب اللي هي يعني ايه طبقة نامية بتصعد هو سعد فندي زاغلول هيبقى سعد باشر زاغلول آآ مصطفى النحاس آآ ابن تاجر الاقمشة هيبقى يصعد لغاية ما يبقى رئيس وزارة مصر طه حسين اللي هو ابن مغاغة هيبقى وزير تعليم كل الناس دي جاية من تحت هي ووصلة آآ لمكانة وطبعا وطبعا غيرهم مش لازم يوصل لمكانة يبقى رئيس وزارة اه موظف ممكن يبقى آآ يعني آآ شغال تاجر كل ده طبقة وسطة طبقة وسطة ناس بتعتمد على نفسها بتكافح بتصعد من حال لحال فتتكون الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى دي تتسع وبيتحافظ على رتم الدخول للطبقة الوسطى من الحفاظ على انه اسعار الحاجات في الاماكن تكون للعرض والطلب بحيث انه كل اللي بيقدر بيبتدي بقى يشتري ياخد شقة في القاهرة ينقل على القاهرة ما مش. تحرك طبيعي. اه مش نزوح جماعي. مم. لا تعالى بقى اه بعد اتنين وخمسين. اه بعد اتنين وخمسين. اه عبد الناصر كان بيتعامل مع الموضوع على انه من حق المصريين ان يعيشوا في اي مكان. طيب ماشي. يبتدي يدخل على القوانين اللي تعمل ده. فيبتدي يحدد السقف اولا هو خفضه للنص. وبعدين حد حدد سقف. وبعدين اورث العقود للمستأجرين. لابناء المستأجرين. فانت انت عملت اه يعني سهلت جدا النزوح كسيف من الريف اه الى المدينة. اه في في نفس الوقت بقت اه اساسيات الحياة مكفولة. فانت برضو خليت وكأنه في اتفاق ضمن كده نحن اه قوم نريده الكفاف. يعني احنا الدولة كلها هتشتغل عشان نضمن مستوى الكفاف ده. كيلو الزيت كيلو السكر للكل. حتى لو على حساب انه مفيش حد هيصع. ودي دي دي غلطة رياضية. يعني هي مش غلطة ايديولوجية هي غلطة رياضية لانه ده يعني عدم فهم لطريق التراكم الثروة في المجتمع. اذا انت فتت الثروة على ناس كتير يعني اننا مثلا لو انا واخواتي عشر. تمام. مثلا. وانا معايا مليون جنيه. افضل طريقة هي ان احنا نستثمر المليون جنيه لان المليون جنيه دي معدية عتبة الاستثمار. تمام. لان الميت الف والتسعين الف دي مش معدية عتبة الاستثمار. دي اه اه مش هتشتري لك تريسيكل تتوصل بيه. حاجة هتبددها يعني. اه هتاكل بيها. هتاكل بيها في خلال شهر. تمام. شهرين. اه تمام. فاحنا اه الطبقة اللي في مصر دي دي طبقة بلاستيكية لا تعبر عن الطبقة الوسطى. ف وبالتالي. فافكارها لا تعبر عن افكار الطبقة الوسطى في العالم. اللي هي بتبتدي تنمو. عندها تطلع لحياة احسن. عندها اه تطلع ان هي تلحق بالطبقة الاعداء. فهي بتتصرف في اموالها. وبتتصرف في اقتصادها. وبتدير حالتها. وبتدي اولويات لتعليم ابنائها. حاجات كتير جدا جدا. على ما ظنت تحسن الحال. طيب. لأ انت جبت بقى كان موظف. طبقة بلاستيكية صنعتها. حطتها في وظيفة بلاستيكية مفهاش طموع. فيها اقدمية. انت كل خمس سنين هديك عام درجة. لا تبقى الدرجة السادسة خمسة الرابعة. كزا 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 كزا. نتعبش يعني. اه. بس اه الدنيا تمشي. اه. في نفس الوقت انت مالك عندك شقة فيها كم عمارة فيها كم اه عندك عمارة فيها كم شقة العمارة دي فيها عشرين. اه. اوكي. تعال يا ابني. انت سكن في شقة هومتراستا. تعال يا حبيبي. تسعتاشر واحد من المهاجرين دول هيشاركوك في في ملك في الملك اللي سابهوا لك ابوك ولا ملكك ولا هاتفر. هيدوك خمسة جنيه في الشهر على الشقة. هتتغير الاحوال. هتفضل خمسة جنيه سابتة. هيورسها الابنه. وهيورسها الحفيق. وهكزا. فانت هو بالفعل هو شاركك في مولكك. وجامل الرعاية. يعني الدولة جاملة الرعاية على حساب صغار الملاك. فقضت على طائفة تانية من البرجوازية الحقيقية. اللي هي صغار الملاك. اللي هو واحد بنى عمارة عشان يستثمر فيها عشان انت تعيش. اه عشان ولاده يعيشوا كويسين ويضمنوا دخل يرقموا عليه. وهكذا هو قطع حبل التراكم ده. اه. قطع حبل التراكم. استهدف بالذات في قطعه الحبل التراكم استهدف الناس المستقلة. اللي هي عرفت تكون اه صروة تعمل لها املاك صغيرة. اه. ادى سالة للناس الى انه احنا لا نشجع الطامحين بالعكس. ده احنا ده انا بقول للمستأجرين. ده هذي هذي بضاعاتكم ردت اليكم. كأن الرجل سريعها منهم. فانا فانا بقتل الطموح. بشجع الناس على الاستلباط. وهكزا. فبتلاقي واحدة 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 واحدة. اتغيرت اخلاق المجتمع. وبقت الطبقة الوسطى فيها هي اسوأ الطبقات. لانها طبقة تشعر بالاستحقاق. وفاكرة ان هي شريك في كل الحاجات اللي هي واخدها. اه بسبب الفعل ده اللي جمي من السلطة ان هي لها حق مادي. فبقى عندها حق معناوي كمان. طبعا. وزايد ان هي عارفة. هو في الاخر هو عارف انه عندهش طموح. هو باقصى طموحه ان اه اه ان يشارك الاخرين طموحهم. اللي هم المتحقق منه. فهي فالدولة الاشتراكية دي بتنعكس على اخلاق الشعب. ده ده الطبقة الوسطى اللي هي تفايل اللي بيحصل تحت بقى لو ما ده اللي في النص. بالضبط نفس اللي عمله جمال عبد الناصر. ده بقى ابتدى يقول للناس انه انتوا احسن طريقة عشان تحصل بها بها على نصيب اكبر من الثروة في مصر. بس معلش جملة اعترضية الثروة في مصر مش معناها البترول ولا السياحة ولا بتاع الثروة في مصر معناها الجزمة اللي انا لبسها او اللي انت لبسها وصولا للعربية ايوة العظيمة اللي مع واحد وصولا للفيلا للقص زائد بقى داخل السياحة وداخل البترول. هو ده اسم ثروة مصر. فعشان احصل على نصيب اكبر من الثروة في مصر. بالنسبة للطبقة الفقيرة. ايه عندك حل واحد? ان انت تجيب عيال كتير. ليه? لان انت عيل هتاخد كيلو زيت. عيلين هتاخد كيلو زيت. اه والله تلاتة هتاخد تلاتة كيلو زيت. في نفس الوقت. عيل هيدخل مدرسة مجانية. عيلين داخل مدرسة مجانية. تلاتة داخل مدرسة مجانية. فانت التكلفة بتزيد زيرو. مثلا. يعني طبعا في لبس فيه مش عارف ايه. انما التكلفة بتزيد زيرو. بزيادة العيال. العائد بيزيد بمتولية اه بمتولية حسابية. كيلو اتنين كيلو تلاتة كيلو اربعة كيلو زيت. دي حاجة. اه اه كمان اه زيادة احتمالات انه واحد من دول اللي يضرب. يبقى حاجة. اه. احتمال. ده على فكرة الانسان بيعملها في مخه متغير ما يوعف. انت انت عندك لو انت مخلف ولد واحد. اه الاحتمال انه هو يطلع يعني فلتة. اه يعني بسيط. خلينا نقول ففتي ففتي. اه تمام ففتي. لكن انت. اه معك عشرة. لا اه. في احتمال كبير اوي انه يطلع من عائلك. لو محدة يفلت اه. اه. حد فلتة كده في روح رافع العيل. فانت اوجدت معادلة سياسية ادارية لا تقود. الا الا طبقة وسطة بلاستيكية منافقة اه مش عارفة تعمل ايه. اه. وطبقة اه فقيرة متضخمة عمالة بديبة بتزيد بعدها المهولة. مش هجالت مخفى حرفية. اه. وطبقة اه وسط عليا وطبقة ونخبة وكده محدودة يعني اه ومش متشجعة وما اه انا كنت اسأل على ده ايه تأثير السياسات اللي من النوع ده? عالطبقات بقى اللي فوقوا على النخبة. لا ما هو بص السياسات اصل السياسات دي اه اه كلمة احنا اتكلمنا على الجانب. الجانب الاختصادي. اه اه. ايوة. يعني الجانب الاقتصادي احنا دلوقتي زي ما انت صناعة صناعة الطبقة الوسطى دي هي العمليات المدمرة الكبرى. اه بس انت كمان في في الطبقة العلية بتصنع اه طبقة من الاثرياء الجدد. اه. اللي هما اه المضمنين الولاد. مش مضمنين المهارة. لان هو مضمن المهارة ده طلع. يعني طلعت حرب ده مضمن المهارة. ده احنا الراجل ادى دليل ورا دليل ورا دليل على انه اه رجل اقتصاد بفكرة ورا فكرة ورا فكرة. اه درجة ان انت اه هتلاقي انه استوديو اه 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 سوديو مصر كان بتاع times. سوديو مصر. سوديو مصر بتاع طلعت حرب يعني الراجل العمليات. اه من البنوك لانديته الكرة. رايح على الفن كل قطاع كل صناعة بيشوف فيها بيروح عليها على طول وجنبه هتلاقي الناس اللي هي بتتملك سدناوي وشكورال وريفولي الاخر كل دي كانت ناس مستقلة وعملة تصعد وزي ما فيه حد حريف في الكرة كده زي ماسي فيه ناس حريفة في الاستثمار ماشي لازم لازم نقتنع بكده لازم نقتنع بالموهبة بكون انه فيه ناس جيناتها مختلفة هي عشوائيا بتترتب انه جيناتها مختلفة او او تربية تربية مختلفة بتخليها انجح في ادارة الثروب لا احنا ما بقاش عندنا دول بقى عندنا ناس واجهات هي الحقيقة الدولة هي اللي مسكة الاقتصاد وفيه شوية واجهات كده بتعلى معها هتعافلان انت عشان ما تبقاش الدولة في الوش ده بعد اتنين وخمسين ده بعد اتنين وخمسين اه يعني مارجر ثاتشر كان لها مقولة عظيمة جدا لما كانوا يكلموها عن رأس المال قالت كل الفلوس في العالم كل الانظمة الاقتصادية في العالم رأس مالية انما الفكرة رأس المال في ايد المواطنين ولا رأس المال في ايد الدولة هو ده الاختلاف لكن هل فيه اي دولة تقدر تدير من غير ثروة في ثروة موجودة وفيه مشاريع والمشاريع دي المفروض تبقى ربحية وهكذا فاحنا كلنا متفقين على كده وإلا مش هنقدر نواكب زيادة السكان ومش هنقدر نواكب انت عارف يعني انت عارف المتولية الهندسية دي المتولية بتاعت مندل ولا مش عارف مين فانت اذا فأي مكان في العالم لازم يبقى فيه ثروة والثروة دي بتنمى هو السؤال الوحيد السياسي الاقتصادي الثروة دي في ايد مين في ايد اصحابها اللي هم بيعرفوا يدوروها واللي هم حرصين عليها ولا في ايد الدولة ولما اقول في ايد الدولة معناها في ايد موظفين حكوميين يعني اصلي ساعات لما اقول الدولة نتخيل كده سلطة كائن كده مقدس طير في الهواء لا الدولة بتدير شؤونها عبر موظفين مين موظفين هم اللي انت بتشوفهم دول هم اعتماد وعنايات ومساكي حكومية هم هم دول الحكومة هم دول اللي هيديروا الفلوس هم دول اللي هيخدوا القرارات فمش مونت مش لم ينطقهم احد على حسب مهاراتهم دي واحد اه دي واحد والتاني انه هو بياخد قرار فيما لا يملك فمش همه يعني اه ممكن يكون حريص انه لا او عنده ضميره بس مش همه لكن اه واحد من عائلة سوير استياخد قرار غلط بيدفع تامنه تاني يوم صحيح فهو ما 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 فهاش جدال اه تمام فاحنا لازم نبص على طريقة صناعة الطبقة عشان نعرف نتوقع هي افعالها هتبقى ازاي طيب في نقطة هنا احنا لو تعاملنا مع المجتمع بالشكل ده في طبقات مش بيجعرف تطلع في النهاية في طبقات مش بيجعرف تطلع في ناس اه الحد الادنى من الحياة ببنسبة لهم صعب ايه ازاي الدولة طالما الحل الاشتراكي ممكن يعني مشاكل بالشكل ده ويخلق زي ما نقول كده منظر من بره بس من جوة الدنيا فاضية او بلاستيكية زي ما حضرتك قول ازاي ممكن تكون نقوم المجتمع على منافسك كاملة وفي نفس الوقت نغمي عيننا عن ان في ناس كتيرها هتتفرن في الحتة دي مش هنقدر مش هنقدر نغمي عينينا مش هنقدر مش هنقدر نعمله رياضيا ما ينفعش ازاي رياضيا ما ينفعش ازاي انا كل ما هتيجي ثروة هوزها على كل الناس لا بعيدا عن الحل ده يعني هو في السياق الحل الرسمية دي ايو ازاي هقدر انقذ الناس دي في النهائة دي دولة وفي النهائة استعالها الدولة تكون مجرد متفرج صحيح ولا لأ اكيد لها سياسات اقتصادية معينة ازاي ممكن الدولة الى الحد الادنى انها ما تحرمش الناس دي من الحياة وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نقرب من تبديد الثروة ما هو اه يعني اه انت بدأت كلامك معي بتقولي مش كل الطبقات هتقدر تطلع اه صحيح ما هو مش ما فيش طبقة هتطلع مش اه هي الطبقة قاعدة مكانها ما هي ما هي لو طلعت مش هتبقى مش هتبقى هي دي الطبقة اللي بيطلع افراد اه هو الاسرة النووية دي معتمدة على فرد ناجح اه او فردين او بس في فرد بيطلع وبيطلع ناس معاه بزر ولاده مش هارف ايه طيب عائلة طلعت تلات اربع افراد تمام عائلة ممتدة يعني طلعت تلات اربع افراد تمام وابتدوا حالهم يتحسن فابتدي حال اللي حولهم يتحسن بدرجة اقل ام وهم يتدوا ينقلوا لمكان مختلف وهكذا بيحصل الحراك اه اه الاجتماعي جميل تمام مم انما اذا دخلت في المتوالية العكسية مالهاش حال غير انه يحصل الحراك ال 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 نازل يعني يعني مهما حاولت ان انت تطفي على اللي انت بتقوله كلام انساني ام انا مش هقدر اقولك ان انا هقدر مش هقدر اتحك عليك لان انت يا امة تعمل المتوالية رايحة الفوق تراكم صروة في ناس بتاخد نصيب اكبر من الصروة بتحصل على نصيب اكبر من الصروة وتتمدد والتمدد ده بيخلق فرص عمل فالصروة نفسها بتزيد وناس تانية تروح لها ده بروسس بتاخد سنوات بتاخد ممكن اجيال في ناس بتتعب جدا في مرحلة منها وبعد كده الحال بيبتدي يتحسن لانه الصروة بتشيئ طيب انت قلت لا انا غرضي كله بقى يطلع زي ما عبد النصر عمل كده ما كان بيقولك مجتمع 99% منه حفا والبتاع ده فعايز ايه بقى نطلعه كل مرة ماشي فانت هتروح محمل الصروة بعدد من الورثة اكبر بكتير جدا من من احتمالها اللي هي في الاخر نرجع تاني ان انت بتنزل الناس سحت عتبة الاستثمار هتقولي طب وهو شمعنا دول ودول لا انا بتكلم على انه الناس اللي عملت صر ما هو ده عمل صر انت انت ما عملش صر تمام لو انت بصيت على لنا سبعين سنة احنا بنعمل ايه ما احنا بنعمل ايه انت بتقول ما احنا لنا سبعين سنة عملين كل حاجة موجهة نحية ان احنا نتحصل على الكفاف الكفاف اللي هو يبقى كل الناس الكفاف ده تسبب في ايه تسبب في انه تكلفة الانجاب تبقى زيره تقريبا يعني عشان بتاعه ولكن مكسب الانجاب اكبر من تكلفته وخصوصا في مجتمعات الريف لانه الواحد ممكن يبقى عايش في بيت بسيط جدا مابني بالطين من زمان وعنده عيال بتسرح محل ما بتسرح وخلاص على كده وبتدخل مدرسة مجانية وبي مش عارف ايه وزي ما كان بياخد وجبة ايام عبد الناصر يعني كان بياخد وجبة اللي هي كل ده الخلفة كلها مكاسب يعني وانت عمال تقول لأ انا عايز اطلع انت مش عمال انت مش بتطلع انت بتتوالد في الفقر خلي بالك يعني يعني انت مش مش بتقضي على الفقر ده انت بتعمل توالد بتشجع التوالد في الفقر فانت لو انت عندك امكانية كنت ترفع واحد من الاسرة دي لأ الواحد ده بقى ستة لأ الواحد ده ارتفع والستة عمالين يشدوك لتحت فانت السقل اللي بيشدك نحية تحت اكتر فان عشان كده ابتديت انا بقولك رياضيا يعني مش كده حزبة ما فيهاش عيناد كتير بها ما فيهاش عيناد فيها حسابات رياضية طب فيه مثال ممكن لوحد بيسمعنا اتفضل لأ فيه بص برضو احنا بنبص على انجلترا مسلا بنفتكر ان هي البلاد الاوروبية دي هي بالشكل اللي جالنا او جالكم يعرفوا لان احنا طلعنا لانها بلاد خضرة وبيوت مش عارف حلوة وشوارع نظيفة وكده طيب ارجع لابدايات الصورة الصناعية وشوف شوف كتابات شارلز ديكنز شوف شوف الوصف الشوارع هو هو نفس الوضع حتى في السيني مهدى السيني ده شوية طبعا نفس الوضع وفيه ناس تعبد بس كله ايقن انه فيه وسيلة واحدة للحراكة الاجتماعي هو ان انت تحوز مهارات يكون طالبها السوق وان انت تتكفل بنفسك فتبقى حاسب ميزانيتك الشخصية هتقدر تنفق على مين وما تقدرش تنفق على مين فيه ناس تتعب جدا في الاول بس ده لازم لو حد يسمعنا فيه مثال مشهور في الموضوع ده بتقال دايما بعيدا بقى هو عميك ولا سازك بس مثال مشهور جدا الصين دي دولة خلفتها شيوعية وعملت اكبر عملية نقل افراد من طبقة لطبقة في التاريخ ايه طب ما فيه نمازج تاني غير الرئاسمالية بتنجح اقتصاديا ممكن تكون مش هيدي المشكلة اصلا ان هي اشتراكية ولا الرئاسمالية عندنا اه طبعا لانه هو فيه حاجات تانية زي الكفاءة بس بس تعالنا تشوف الصين ما هو برضو احنا احيانا لما انا اقولك مثلا مثلا سياسة الطفل الواحد شوفك جملة او عبارة من ثلاث كلمات سياسة الطفل الواحد يمر عليها البعيد والقريب سعيدا مختالا مرحا متفكها والله تقوله بتاعي يقولك الصين معاملة سياسة الطفل الواحد ماشي طب تيجي تعمل سياسة الطفل الواحد في مصر تعالى بقى تعالى بقى طلع طلع من التحت طلع ان انتوا بتعندوا ارادة الله والاجراءات الاستبدادية وفي فرقات امريكية واقفة هناك وهتضربنا وعاصم عبد الماجد يبقى نصير الحريات ويقولك حرية الانجاب والجارديان تكتب عليه برو ديموكراسي عاصم عبد الماجد مش عارف بيقول ايه او لا هتلاقي فيلم كوميدي حصل تعالى اعمل زي مع الصين عمد في شانجهاي فيلم كوميدي هايحصل اهام فيلم كوميدي هايحصل ليه لان احنا بناخد الحاجات كده بالشعارات الفؤانية احنا بننطلق من نقطة الوجود الى النقطة المرغوبة بس ما بنفكرش في السيناريو الخط اللي ما بينهم ده هو احنا فاكرين انه اذا قلت نوايته التقدم على طريقة الصين الله اكبر بس انا بقيت مع الصين لا ليه هتمن لا ليه هتمن ده انت عندك الثورة الثقافية في الصين دي بيقولك دي من اكبر المجازر المسكوطة عنها في التاريخ الناس اللي ماتت والناس اللي بتاع يعني الصين حتى في تحولها اللي احنا بنقولها ليه ده دي مرت بطرق غلط تماما بس نيجي حتى للاخر الصين الصين عندها عملت حركة مش مش يعي على طريقة ماركس ولا لنين ولا لا الصين اوجدت الظروف والقوانين اللي تسمح بصعود طبقة وسطة من اللي احنا بنتكلم عنهم طبعا عشان كده الصين دلوقتي عندها اكبر عدد من الدارسين في جامعات اجنبية في العالم عدد الصينيين اللي بيدرسوا في انجلترا اكبر من عدد الايرلنديين اللي بيدرسوا في انجلترا اكبر من عدد الايرلنديين اللي بيدرسوا في انجلترا فهو اكبر عدد من دولة هي مليار ونص بس انا بكلم عن انجلترا بس ده هم موجودين في امريكا ده هم موجودين في فهم انتشروا ده ده جاي منين جاي من طبقة وسطة صحيح مش على نمط الحرية الديمقراطية الغربية اه انما على من الناحية اه من ناحية الاستثمار على على النمط الرأسمالي نمط تراكم الصروة الرأسمالي الفرق انو الصين تلاقي انو الناس برضو احنا بتخلط بين حكتين بين الرأسمالية وديمقراطية اه ماشي يعني هو لا الفرق الفرق كبير هو اه يعني ما هو بريطانيا وهولندا كانوا رأسماليين وهم محكومين بنظام ملكي ملكي وما فيش نظام ديمقراطي تعددي ده 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 الفترة طويلة بالعكس ده الطفرة الكبيرة بتاعت الرأسمالية حصلت في الفترة دي صحيح موضوع الديمقراطية ده موضوع حديث لانه لما بتتعدد مراكز النفوز بسبب اه الرأسمالية يعني الرأسمالية بتتسبب في انو اه انا مثلا جنيت بقيت مركز نفوز انت غنيت اه اه وهكذا فبتتعدد مراكز النفوز طيب هنحكم ازاي في الموضوع ده ما انا دلوقتي بنا انت انت قوي عندك اه عندك اسيط طب انا عندي اه سهاج والماني وانت عندك مش عارف ايه وبتعطيب خلاص هنا بقى محتاجين لنظام لتداول الحكم هو ده الديمقراطية نتيجة يعني نتيجة 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 حتمية وإلى الصراع فانت بتلجأ للديمقراطية عشان كده الديمقراطية الغربية ديمقراطية بتعبر عن نفسها وفيها تداول طالعا من المكتمل شوف الديمقراطية الشيوعية لانها ما بدأتش بالرأسمالية فما بدأتش بالسبب الذي استدعى وجود الديمقراطية من الاساس تب ازاي مستدعى؟ هي لانه الدول الشيوعية هي ما فيهاش مراكز نفوز متعددة فانت فانت انت بتختار ما بين مين ومين لما لما تجي لك ورأة الانتخاب ما هو الرأس المال في ايد الحزب الحاكم فانا هختار بين مين ومين ومين الغابة اللي يروح يختار حد مفلس حتى ده لو افترضنا انه في حد نزل وصدر الحزب الحاكم لا يملك من النفوذ شيء وهو مش مركز نفوذ اساسا وسيب الحزب اللي هو بقى موظفني ومأكلني وبيديني التموين هالعمالية بايزة من الاساساس؟ هالعمالية بايزة ماذا شابه اللي حصل اوزن عندنا بعد 2011 طبعا طبعا لانه فان احنا مشكلتنا مفيش كوة لانه احنا مجتمعات المهيمن فيها الثقافة اليسارية الثقافة اليسارية في مجتمعاتنا ثقافة ينظر الناس اليها كأنها يعني حاجة مهمة قد ما هي خدت دعاية في حين الثقافة اليسارية في العالم المتقدم الثقافة اليسارية اللي هي على نمطنا يا عشز بي ينظر اليها بطريقة مختلفة تماما فعمديكا لو انت قلت الواحد انت اشتراكي انت بتشتمه هيقعد ثلاث ايام يدفع عن نفسه تهمة انه اشتراكي لانه نظام فاشن لانه هم عارفين انه خلاص ثابت وراسخ في ذهنهم انه دي حاجة فاشن وهو انسان قائم او مجتمعات قائمة فلسفيا وانت طبعا قادر مني بدا على الثقافة الامبريقية يعني على البراجماتية من ايام مهيومه وبتاع وهو المجتمع ده اخد سكة مختلفة احنا هنعمل الحاجة نافعت تبقى كويسة ما نافعتش تبقى وحشة اه تبقى وحشة فهو بالنسبة له الاشتراكية دي نظام فاشن ما هو شرق ربا كله شافه اه اه تمام اه فاحنا يعني ال اه انا كنت بقى اسأل بس على المفهوم اليساري برا ايه لما هو مش اشتراكي اصلا هو ده المفهوم عندنا لا اصي كلمة يسار ويمين دي كلمة اه واسعة شوية يعني ايه الجماعات السعية للتغيير وايه الجماعات السعية للوضع الراحن وتجاوزها اه الزمن حاليا اه الايديولوجيا اه اه لانه بقت بقى المهم هو ادارة السياسة فادارة السياسة بده وفع الايديولوجيا في زمننا الحالي بيعتبر عيب يعني يعتبر نقيصا ومال السياسة من غير ايديولوجيا ازاي لا لا فيه فرق فيه فرق ان انا سياسة بناء على فهم ايديولوجيا الفهم الايديولوجيا ده بيساعدني ان انا ابقى فهم العالم من حواليه ده وفيه فرق ان كل قرار سياسي يكون مدفوع ايديولوجيا فانا بعمل الحركة دي عشان اعزز ارسخ فكرة الايديولوجيا في المجتمع اكتر اللي انا متبنيها مال ايه مفرودي يبقى هدف السياسة بشكل عام بشكل عام هدف السياسة تحقيق المنفعة فقط اللي هو التعريف البسيط المعروف يعني طبعا هدف السياسة تحقيق المنفعة للمجتمع داخليا المنفعة دي بقى كلمة واسعة على استقرار فاحنا يعني بنتكلم عن مجتمع سيطرة اليسار عليه سياسيا لفترة طويلة خلته ما عادش ما عادش بيختبر الفكرة لوحده هو خلاص هو خد الديفولت الكلام اللي كانوا بيقوله له اليساريين في الستينيات او الاشتراكين خدها على انها الديفولت طيب لو الطائرات اليسارية بشكل عام حتى بنفهمها ده طائرات ضرة بشكل كامل المجتمع ليه هي موجودة برضو في انها في المجتمعات الغربية مش من ناحية الديمقراطية وحرية الرأي من ناحية انها قوة فعلة في السياسة فعلة لا انا ما قلتلش الطائرات السياسية طائرات مدرع المجتمع انا مش السياسية بكلمع اليسارية اليسارية سوري طائرات مدرع المجتمع ما انا قلتلك الفرق كلمة يسار ويمين دي حاجة واسعة يعني انما انما انا كنت بتكلم عن هيمنت الخطاب اليساري اه هيمنته مش وجوده لا اه تمام لا هيمنته انه الناس تبقى بتفكر يعني تزبيطات المصنع جاية عندهم على انه الاعتبارات اليسارية دي صح على ان انت لازم لما تبقى معاك الف جنيه اذا انت في حواليك عشرة ما معهم بقى انت لازم توزعها عليهم مثلا يعني لا ده ده شيء لا رياضي ده شيء عكس المنطق الرياضي ده غلط فهما لا يعتبروا بالموضوع ده هما عندهم شوية تعبيرات تنتمي الى العالم ثنائي الابعاد مش العالم ثلاثي الابعاد يعني تنتمي الى عالم الحساب مش عالم الفيزي هما فاكرين انا معايا عشرة في عشرة افراد ادي كل واحد برطاقنا الكل يبقى سعيد برافو انت كده انت كده قضيت على الاقتصاد تمام في عالم فيزيائي يعني العالم الفيزيائي ده بيبتدي بقى طب العشرة برطاقنا نعمل مسابقة وخلي اللي يفوز فيها يكسب ثلاثة والسبعة دول هروح ابيعهم واجيب مش عارف ايه وهكذا الاستثمار يعني اه يعني استثمار اللي التسعة التانيين دول هيعودوا جعانين وجبة كمان ومش عارف ايه ففيه ادارة ادارة للمال بمنطق بياخد في الاعتبار المحفزات الانسان بياخد في زي بالضبط محاصر في الفيزياء ما احنا في الفيزياء كنا فاكرين انه الفيزياء منطق حسابي طلع انه لا طلع ان احنا لازم نعمل ام مش عارف ايه ونعمل كذا كذا انه في عوامل كتير بتدخل تصنع محاصلة القوى النهائية طب احنا مشاكرين جدا يا استاذ خالد على المقابلة الجميلة دي ويعني اتمنى ان نكررها تاني في موضوعات تانية وخاصة ان توضحتك المسألة الرئاسمالية لان انا نادر لما بلاقي حد فلوسط المصري بيحاول يوضح المسألة دي بعيدا بقى نتفع ونختلف يعني ده موضوع تاني بنتكلم على توضيح الامور مش شيطانتها لان احنا بعد ايه عن فكرة هو فعلا خطاب اليساري مهيمن مفيش خلاف على ده يعني حتى انت بقى العلماني اسلامي اللي هو القطبين الكبار في الخناة المصرية دلوقتي في الثقافة اللي اتنين افكارهم يساري ده حقيقة يعني ففكرة نحلس مع صوت تاني ونتكلم فيه بالمنطق يعني نتكلم فيه بال.. يعني نقود نتفاهم دي حاجة مختلفة الصراحة فاحنا بنشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا شكرا